عد عند ذلك أعزائي أنت عندما ترجع تطبيقا لذلك تجد بأنه واقعا كثير من الآيات هل سمع أنا مارد أذكر النسبة لأنه ذاك يحتاج إلى استقراء كامل للقرآن الكريم من أوله إلى آخره أنت عندما تأتي مثلا على سبيل المثال إلى سورة الحمد تجد أنه سورة الحمد تقرأ ماذا بهذا الذي نقرأها هل سيفترض واحد يقرأها ظالين واحد يقرأها بالحمزة ظالين بالحمزة هذا يغير أو لا يغير لا يغير من المعادلة واحد يقرأها الصراط بالصاد واحد يقرأها الصراط ماذا بالسين هذا يغير من المعادلة أو لا يغير لا يغير كثير من المعادلة واحد يقراءها مالك واحد يقراءها ماذا ملك أو مليك هذا يغير من المعادلة نعم توجد فوارق أنا أقول لا توجد ولكن يغير من المعادلة أو لا يغير من المعادلة لا يغير من المعادلة شيئا وهكذا عندما تأتي إلى ماذا إلى سورة التوحيد تجد بأنه بينه وبين الله صحيح قرأنا لها هس كفوان 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 أو كفوان وهكذا خمسة قراءات هذا يغير من المعادلة المضمونية شيئا أو لا يغير إذا يغير فأمور طفيفة جدا ليس أنه تسقطها عن الاعتبار واحد يقول قل موجودة واحد يقول قل ماذا غير موجودة واحد يقول هو موجودة واحد يقول هو ماذا غير موجودة هذا لا يغير شيئا وهكذا عندما راجعت بعضها وجدت بأنه مثلا عندما نأتي إلى قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت هذا في كتاب المصحف وقراءاته الجزء الثالث لتحب إشراف عبد المجيد الشرفي هناك الجزء الثالث صفحة 268 يقول ليذهب عنكم الرجس أهل البيت في مصحف ابن مسعود التفت ليذهب الرجس عن أهل بيت نبيه لأنهم لم يعبدوا الأصنام هذه بعد تدخل في أي شيء مولانا تدخل في المسألة الثالثة أو الرابعة أن هذا القرآن ناقص أو ليس بناقص فإذا قبلت أنه ناقص هذا تدخل وين ها هناك أما إذا بنيته لهذا قلت أنه لابد تنتهي من هاي المسائل الأربع في الرتبة السابق أما إذا لم تقبل أن القرآن الكريم فيه نقص إذن هاي القراءة معتبرة أو غير معتبرة غير معتبرة لأنه هذا دليل على نقص القرآن وهقول هذا بعد ذلك أيضا بعد لا يشير أي شيء مولان أي شيء يقول وبعد لفظ نبيه زاد الكاتب محمد صلى الله عليه وسلم لكن هذه الزيادة تابعة للقراءة المذكورة يعني هاي القراءة التي فيها ماذا قال محمد وأهل بيتي إلى آخره اللي هي بعد لا يوجد أي شيء آخر إذن معناه أنه طبعا هماتينا من قالها بيني وبين الله فاتشواذ يعني ما عدنا فالدليل قطع عليها إذن يوجد عليها إما إجماع هذه هذا المقطع من الآية وإذا لم نقل بالإجماع لا أقل يوجد عليها ماذا ها الشهرة وهو الملاك الثاني الذي أشرنا إليه ثم تعال إلى الملاك الثالث تجد أن أهل البيت في عشرات المواضع من زمن الأئمة من زمن الإمام أمير المؤمنين والإمام الحسن ورسول الله صلى الله عليه وإلى آخر إمام عندما يستدلون بالآية يستدلون بأي الآية ها إنما يريد الله ليهد عنكم الرسالة لا يوجد فيها أي شيء ما أدل واضح أعزائي وهكذا عندما تأتي إلى البعد البلاغي والمضموني وتجد جدا الآية تنسجم على كل الملاكات تجمعها يحصل لك إن حصل لك قطعون فطوبى لك وحسنه ما أطل إن لم يحصل قطع لا أحل يحصل أنت عندك اطمئنان وعندك دليل معتبر على أن الآية أو هذا المقطع من الآية يقرأ وماذا بهذه الطريقة لا بطريقة الآية ولهذا تستطيع أن ترتب عليها الأثر ولا تستطيع نعم تستطيع أن ترتب عليها ما أدل واضح أعزائي